اشتركوا في القناة وتمنيت جلالة الملك لفضيلته وللأزهر الشريف بدوام الرفعة والسداد ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار فيما أعرب فضيلته عن تقديره العميق لمملكة البحرين ولصاحب الجلالة الملك المفدأ يده الله ولما يضطلع به جلالته من دور كبير في خدمة الدين الحنيف وفي أعلاء منهج الوسطية والتعايش والسلام وهنا معالي فضيلة الإمام الأكبر بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأزهر الشريف العالمي عن التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية وأكد معالي أن الأزهر الشريف رمز للوسطية ومنارة للعلم ومركز للوحدة بين المسلمين مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بالأزهر الشريف وعلمائه الأفاضل منذ عشرات السنين منوها في الوقت نفس بجهود الأزهر ودوره التاريخي عبر عشرة قرون في نشر سماحة ديننا الحنيف وتجديد الفكر والخطاب انطلاقا من الأصول والثوابت والقليات كما ثمن معالي جهود فضيلة شيخ الأزهر ومساعيه الحميدة لنشر السماحة والوسطية والتعايش من جانبه أبدى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب اعتزازه بالعلاقات الطيبة مع مملكة البحرين ومع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على وجه الخصوص مثمنا مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر الأزهر الشريف منوها في الوقت نفسه بما تضمنته كلمة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة في المؤتمر شكرا